أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن بناء الإنسان المصري هو أحد أهم محاور برنامج الحكومة وأن عمل المجموعات الوزرية لن يختصر فقط على وضع استراتيجيات وبرامج ولكن الأهم هو متابعة التنفيذ على الأرض وخلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزرية للتنمية البشرية أكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بكل الملفات التي ستتبنها هذه المجموعة وأن أي قرارات للمجموعة تتطلب موافقة مجلس الوزراء سيتم اعتمادها على الفور وأشار إلى أن فلسفة هذه المجموعة تتلخص في الاهتمام ببناء الإنسان المصري وتوضيح مدى اهتمام الدولة بهذا الملف مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج حقيقية لعمل هذه المجموعة